تسعى سلطة حوض الناجر الى ادخال جملة من الاصلاحات على هذه المنظمة شبه الاقليمية لذلك اتخذت القمة الماضية للؤساء دول سلطة حوض الناجر حزمة من القرارات التي تصب في هذا الاطار وعليه فقد جاء الامين التنفيذي لسلطة حوض الناجر عبد الرحيم بريم حامد للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد ادريس دبيتنو وذلك بهدف اطلاعه واحاطته علما بهذه القرارات وانشطة سلطة حوض الناجر بشكل عام الماضية منها والمستقبلية وخلال اللقاء ايضا قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد ادريس دبيتنو بعض التوجيهات الى الامين التنفيذي لسلطة حوض الناجر فيما يتعلق بتنفيذ مهام السلطة تم اللغاء مع السيد الرئيس الجمهورية وحطه علما بقرارات وقرارات المجلس الرقم 40 لمجلس الوزراء الانعقد في اوغادوغو في 26 نوفامر 2021 وفيه تم اتخاذ قرارات كثيرة منها الهيكل القانوني للسدود في نهر النيجر وكذلك ايضا الاستتيب بما يخص العاملين في المنظمة والان نحن بعد ما تم التوسيق والموافقة على الهيكل الوظيفي في الهيئة نحن بصدد عداد كل الاوراق اللازمة للوظائف الجديدة اللي حتطرح من جديد لكل الدول وكذلك ايضا تناغشنا معه ووضحنا له انه امكانية انه الهيئة تقدر تتدخل في اتمام بعض الدراسات فيما يخص حوض النيجر خاصة في البقعة التابعة لحوض النيجر في جمهورية شات تجدر الاشارة الى ان عبدالرحيم بريم حامد قد اعيد انتخابه امينا تنفيذيا لسلطة حوض النيجر لمدة اربع سنوات خلال القمة الاخيرة لرؤساء دول سلطة حوض النيجر التي عقدت في الثالث من يونيو 2021 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة